عندي رسالة صغيرة لصديقي وانا بقول لكم صديقي لان هو صديقي وانا بحبه الحياة وبحترمه الكابتن سيف زاهر اللي هو الزميل الاعلامي اللي بيقدم فيه قنوات اون سبورت و اون تايم سيف زاهر عليه هوجة شديدة جدا جدا من مبارح من جماهير النادي الاهلي وعلى صفحات النادي الاهلي بشكل كبير جدا لانه من وجهة نظر كتير من الاهلوية مبارح هو تحامل من وجهة نظرهم هو تحامل على الاهلي وعلى مجلس دارة النادي الاهلي في حلقته مبارح بشكل كبير وانا الحياة مكتبش عليك وانا تواصلت مع سيف لانا بقول لكم سيف صديقي فانا كلمته النهاردة وقلت له يا سيف انا مشوفتش الحلقة بصراحة بس شايف ان فيه هاجمة جديدة عليك وكذا ففهمني ايه اللي حصل وانت اصدق ايه وكذا فالراجل الحياة اقسم لي في التليفون قال لي والله العظيم انا مش عارف الحملة دي والهوجة دي سببها ايه انا قلت كلام هو اللي بيقسم والله هدفه الاصلاح وهدفه ان انا نبه مجلس دارة النادي الاهلي المجموعة من الثغرات والسلبيات اللي موجودة علشان الاصلاح وعلشان كيان النادي الاهلي وحبا في النادي الاهلي وانا عايز جمال الاهلي ترجع للتاريخي خلال السنوات اللي فاتت دي ويشوفوا انا قد ايه سندت الاهلي ودعمت الاهلي وقفت جنب الاهلي درجة ان في بعض الناس ظنوا ان انا اهلاوي هو ده اللي لهولي سيف في المحادسة فانا قلت له كلمتين في نهاية المحادسة وبقولهم له دلوقتي كمان على الهوى انا عارف يا سيف انه ربما تكون نياتك جيدة في ان انت بتكلم عن الثغرات اللي موجودة من وجهة نظرك بهدف الاصلاح بس جل من لا يخطئ لانه في رأيي انت اخطأت بس في التوقيت لما انا اشاور على غلطة او خطأ او ثغرة او سلبية في الاوقات العادية او حتى في الاوقات اللي انت فيها جامد ووقف على حيلك يبقى انا بساعدك وببصرك وعايز اقويك وفعلا عايزك تصلح الاخطاء اللي عندك لكن لما اجي انتقدك واركز على السلبيات دي في لحظة ضعف اللي هي جد بعد الخسارة بتاعت باتش الدربي هنا كلامك يفهم غلط وهنا الناس هتبقى السهم بتاعهم مشدود على الاخر لدرجة انهم مش مستحملين كلمة فلما تيجي كلمة ولو صغيرة تقطع الحبل او السهم بتاع القوس ده فالناس تنفجر وهو ده السبب عشان كده نصحتي ورسالتي بس للسيف انه ربما التوقيت هو اللي خانك في الحديث عن السلبيات كنت تستنى لحد ما موجة الغضب تهدى وبعدها نتكلم ترجمة نانسي قنقر